اشتركوا في القناة 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 لانه هان عندي صينية واحدة بس راح اسوي واخلي ايضا نس كوب من الاسمر ايش صار عندي هنا صار عندي هنا نوعين اثنين مو نوع واحد راح اخلي هنا ملح وممكن اخلي ايضا شكر راح يكون اختياري حسب الرغبة اعمل حفرة في الوسط بعد مرا اعمل حفرة في الوسط انتظر لحد ما يكون عندك الدهن جاهز او الخمرة تكون جاهزة لازم تغلي ادفور راح اجي هنا انا اسوي شغلة ثانية ايضا راح تكون مهمة راح اجيب قطع صغيرة جدا من الكفتة اخذ اللحم المثلوم هذا واخلي بهذا الشكل بدون ما اخلي لا ملح ولا غيره ممكن بس اعجنها يكون عندك بالبيض تمام اخذها بهذا الشكل واخليها بهذا الصورة بعدين اخليها على النار حتى تطلع عندك اليوم الفصول الاربع يا سلم سلم ما تكون كل شي هوات شبيرة تكون بهذا الحجم هذه هم نفس الشي اخذها اخلي هنا اخر حبة اخذها واخلي هنا انا خلص عندي هذه راح اخليها على النار واضيف لها تقريبا هم خاشق الدهن بعدين بس تتحمص شوية اخلي لها الملح بس ملح اخلي لها احجيب دهن اخليه بالوسط بها الطريقة هذي واقلي هذه الطريقة انه اختصر اشياء كثيرة بهذه الاكل المي الخمرة صارت عندك جاهزة واخليها على جنب اخاف احتاج بعد شوية خمرة اللي بعده صلصة جاهزة عندي نجهزها ذرة جاهز موجود شوية قطع من الفلفل ملون الاحمر والاخضر والاصفر وهنا يكون في عندك البصل بالاضافة الى السلامة هس راح ابلش اعجن العجينة هذي ارجع اخلي لها شوية من المي الحار اللي بيشنه بيدهن او زيت الزيتون او الزبدة ارجع اعجنهم شوف هنا الجمال شوف 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 تتفلش طبعا ما تتفلش اذا اعجنها بالبيض مستحيل انه تتفلش بس اذا عفتها عيني وما عجنتها بالبيض لا طبعا تتفلش لانه اللحم بيه مي يعني حتى لو تنشفه من المي ماته هم يبقى بيه مي ارجع مرة ثانية عجين العجينة هذي بعد ما اوزع الخمرة كلها بالتساوي على كل العجين نوعين اثين عجين عندي النوع الاول راح يكون في عندي هنا النوع الاول اللي هو الابيض النوع الثاني اللي هو راح يكون الاسمر ارجع مرة ثانية اخليت شوفتو دا اضيفه بالتداريج يكون بالتداريج ارجع عجينها للعجينة وراها تركها تتخمر لمدة تقريبا ساعة كاملة بعد الساعة كاملة راح اصير قدك خرافية وعجيني عيني عجيني نعجينها على كيف شوية شوية لحد ما تأكد ان العجينة صارت عندك تمام هذي عيني مش شونا متكون العجينة طحين اسمر طحين ابيض وزبدة ملح شوية شكر اذا حبيتو تخلون راح يكون اكيد اختياري حسب الرغبة هذي راح تركها تتخمر لمدة تقريبا نشقد هتركها تتخمر لمدة تقريبا ساعة واحدة بس بعد الساعة واحدة راح تكون عندي جازة نشوف الكفتة هنا نصيت النار علي اخاف انه انساها هذي راح تكون اختيارية وحسب الرغبة كيفكم اذا حبيتو تستخدموها كلش طيبة وكلش لذيذة اهنا راح يكون في عندي الصوس مثل ما ذكرت جاهز اجي اقلب قطع الكفتة هذي يأسا لا فاقلبوا بهاتطريقة هذي حتى انه اتاكد تستوي كاملة شوفوا ما تتفلش راح تقول ليش الحجم هذا الزغير سويته بحجم الزغير هذا وبالحجم الزغير هذا حتى شنو انها حتى انه يعني لا تكون بس لحم لان انا عندي عندي سلامي وعندي صوسج ممكن عندك هنانا شوية من ايضا من الفطر فهناك كثير من المواد موجودة وهي شغلات موجودة بالفصول الاربع لذلك يجب ان تكون عندي قطع صغيرة حتى اقدر اشتغلها هنا ويكون عندي قطع لحم صغيرة العجينة صارت تمام هنا الامور طيبة يبقى فقط انه الرق العجينة وبعد ما ارق العجينة هنا راح اخلي الصوس اللي هو الصوس الاحمر وبعدين اخلي جبن وبعدين اخلي المواد واخر شي ممكن اخلي شوي جبن بعد على الوجه لكن دائما ببجزة ما يكون عندك تترسها جبن يعني ونوع الجبن هنا ما راح يكون عندك نوع واحد راح يكون ايضا عندي نوعين اثين هذه صارت تخبل صارت تخبل شوف شوف الجمال هنا خلاص نظافة اخيرة حتى ورا بعد ما عندنا شي الرق العجينة على السريع واستخدم هنا الطحين الاسمر نعم برق العجين راح استخدم الطحين الاسمر مو الطحين الاسمر وانا الطحين الاسمر احلى الطحين الاسمر راح اخلي شوي من الطحين هنا بعدين ابلش اروق العجينة وابقى اخدمها بالطريقة البسيطة شوفوا هنا المكونات هتسوي فصول اربعة يكون عندك شوية ربع كيلوغرام من اللحم البثروم ورح يكون عندك سلامي رح يكون في عندك ثلاثة الوان من الفلفل رح استخدم بصل بالاضافة الى الفطر والزيتون الاسود هم بالاضافة الى ايضا رح يكون في عندك العجينة استخدمنا نص كوب من الطحين الاسمر نص كوب من الطحين الابيض هنا تكنيك بهذا الاكلة انه انا خففت الدهن مع الخمراء مع المي وتركتها لحد الغلايان وبعدين عجنتهم كنوا مع بعضهم البعض هناك حتى تطلع عندك العجينة فل تختلف عن العجينات او العجان اللي سوناها سابقا اللي تكون خاصة بالبيتزا احب دائما انه اضيف اشياء جديدة هاي الاشياء جديدة تكون بسيطة ما تكون صعبة ومسوينا حتى العجينة ذيشة اللي هي الصحولها اللي يكون بها الحليب والقشطة هذا نوع وذاك نوع ثاني رح ارق العجينة بهالطريقة هذي كلش خفيفة وكلش لطيفة طرق على الخفيف الخفيف طرق بهذا الشكل على الخفيف وطرق بهذا الشكل على الخفيف ان انا الحلو بهذا العجينة كلش خفيفة تمام شوف واقدر افتحها بايدي مثل ما انا اريد والشكل اللي انا اريده لا رح تتفلش ولا رح يصير عليها اي شيء ثاني رح اجيب هذه الصينية واخلي شوية من الدهن رح اتقول اليوم الدهن رح يكون اليوم السيد مات الحلقة اللي هو يطيك طعم وطيك نكه خرافية رح اوزع الدهن لازم بالتسوي حتى لا تتزق عندك العجينة تمام ممكن تخلي زيت الزيتون بس بما انه انا ما اخلي زيت الزيتون بالبداية فما يحتاج انه اخلي زيت الزيتون بعد ممكن انه اخلي على الحشوة اخر شيء اخر شيء على الحشوة تطلع كلش طيبة هذه عجينة بيتزة خفيفة واخلي هنا انا حبشكلات تطيفة حتى بالاطراف انا اخلي حتى بالاطراف ما تصيني اخلي اخذ العجينة هذه بهذا الشكل تسألني على الموضوع هنا رح يكون عندك شغلة مهمة انه انه بهذا العجينة شوفوا شون صارت شون اول شي تخلي شوفوا هنا رح اخلي اول شي الصوص اللي هو رح يكون في عندي صوص بيتزة سريع يخبل صوص بيتزة من شون متكون طماطا واحدة بس افورها اقشرها اخليها بالخلاط خاشوقة كتشب رشة ملح رشة سكر خل شوية خاشوقة صغيرة واخلي وياها شون ان انا شوية حامض بالخلاط مع شوية بابريكا فلفل اسود بس هنا انا ممكن اخلي الزعتر الاخضر البري اصر عندك الصوصة بهذا الشكل داريها صوصة اريدك بعدين توزع الصوص على كل العجينة بهذا الصورة وراح اشوفكم طريقة انا كل شي احدا اللي هي اريدها تكون تقسب يعني شوان نتقسب خلونا شوية من زيت الزيتون على الصوص نفسه وانا الجبن نجي نخلي الجبن خلدونا الجبن غير على الوجه بس انا اقول لك لازم اخلي جبن هنا حتى تطلع عندك خرافية جربوها مثل ما انا اسويها ما خسرانين انتو خسارة وان الكفتة نجي ناخذ الكفتة خليها بهذا الشكل يا السلام سلم على الكفتة تخبل الكفتة تخبل شوفوا هذه بيض وفلفل اسود تخلولها وممكن شوية ملح اذا حبيته بما انو انا ما خلت الهنانة ملح فراح اخلي على الكفتة شوية الملح بعدها رح يكون في عندك اضافة الفطر اختياري حسب الرغبة طبعا الفطر بس هي فصول اربعة لازم يكون بيها فطر رح اخلي هنا ايضا بالاطراف رح اخذ بصل بصل ايضا يكون اختياري حسب الرغبة رح يكون كيفكم تخلون شوية بصل هنا تخلون شوية بصل هنا تتشوفون ما اخليت كل شو واي اسم اسم بصل شنو عندك بعد يا برنس عدنا شوية طماطا تخلون شوية طماطا على وجه بالطريقة هذي دارولي اياها سوالف وحبشكلات نجي ناخذ ايضا شوية من طماطا خلي هنا انا نجي على الفلفل يعين الفلفل شوية فلفل اخضر شوية فلفل احمر شوية فلفل اصفر تمام هاي هما خلي هنا خلي هنا شوية شوفوا مكمية هواي يعني تقريبا نص حبة بنص حبة كلش تمام تمام نجي ناخذ الاخضر هما اخلي شوية خضارات بيتزا بيتزا ها بيتزا بيتزا على كيف كيفك الفصول الاربعة تخبل شوية ذرة شوية زيتون شرائح اخليهم ايضا بهذا الشكل هس اش راح اساوي هنانا راح اجيب الجبن واخلي لها الجبن على كل هذ المكونات تمام بعد ما راح اخلي الجبن هنانا اخر شي اخلي شنو السلامي اخر شي اخلي السلامي اخليها هنا اخليها هنا اصل لك انتفضح وسيل لديك لبيتزا خرافية ارجع مرة ثانية ع الطريق الايطالية زيت الزيتون ابهاراتك يا برينس ما لا تذهب بدون ابهارات شلون تذهب بدون ابهارات بيتزا شوية ابهارات وباي بايز بعد ما تكون عندك البيتزا بهذا الشكل الجميل طريقة تحضيرها كانت جدا سهلة بسيطة وسريعة يعني يمكن اخذت من عندي وقت لحد الان فات عشر دقائق مع الشوى مالتها تاخذش قد مع الشوى مالتها تاخذ فتقريبا خمسطعاش دقيقة بدرجة حرارة حتكون تقريبا مية وستين تطلع عندك البيتزا خرافية طعام ورائحة باي بايز يعيني باي بايز نجي هسا الى الصلطة صلطتنا لهذا اليوم صلطة شرقية بحتة ممكن تصير هنا هذي الصلطة من اشهر الصلطات اللي موجودة عندنا وهي راح تكون متكونة من مكونات جدا بسيطة طبعا هاي المكونات كلها مالتقريبا اربع بيتزات يعني اربع اربع بيتزات هذه انا استخدمنا حبه بحبه بحبه اربع بيتزات تمام تمام شفت الفصول اربع ما تنترس مواد يعني ما تخلون كل شوية مكونات الصلطة اليوم راح يكون شنو بيها راح يكون بيها راح يكون بيها راح يكون بيها جبن ونعناع وبس بعدين نخلطهم بكلهم مع بعضهم البعض وبالاخير تطلع عندك بطريقة جدا بسيطة سهلة وسريعة يطلع عندك السلطة راقي و جبن خلدون شو راقي و جبن اي نعم راقي و جبن و شوية نعناع يطلع خرافي بس شون راح اسويه راح اشوفكم اشلون بس راح اشوفكم اشلون بس انظف عندي هنانا راقي و عندي هنانا جبن و عندي هنانا نعناع ثلاث مكونات فقط لكن شنو هنا عندي نوع الجبن نوع الجبن راح يكون جبن حلوم او ممكن استخدم العكاوي او ممكن استخدم جبن العرب يتقطع مكعبات بنفس الحجم مالته وتشتغلوه بهالطريقة هذي راح يكون عندك بطريقة تحضيرها ايضا بمقاديرها جدا بسيطة وسهلة وسريعة هذي المكونات فقط مثل ما قلنا مشاهدين راح يكون في عده هنا رقي و راح يكون في عده جبن بالاضافة الى النعناع شرح اسوى هذي تخلص معده عالسريع ونبلش هنا اه طبعا راح تقول لي رقي و جبن يحتاج انه تكون صحي طبعا تخبل هذي هذي بها سواء الكل الشهواء اثنين صحية بالاضافة الاشياء اللي بيهتر اشياء كلش بسيطة ثلاث مكونات بس خليت جبن و رقي و نعناع نعناع راح يكون اختياري اكيد وحسب الرغبة بس بس انا حسى طييف بكل شمال النعناع اللي راح افعله شنو راح اجياء اخذ الرغبة هذا واخذ اه عواد ما شوي وابلش اقطعهم البداية راح اخذ الرغبة هنا راح اخذ بهذا الشكل قطع بهذا الشكل بعدين قطع ايضا بهذا الصورة يا سلم سلم يقول لك الرغبة يعتبر من الاشياء الصحية جدا اثنين الاحمر والحلو هذا طبعا مثل ما شوفو هذا عراقي هذا عراقي يخبل هذا الحج مونتهيتي و هاخذ هذه قطعها بهذا الشكل حلوم او ممكن تستخدمون نوع اخر من الجبن جبن العرب يخبلوا بهذا لا تكون كل شوية شبيرة ولا كل شوية سامين كذلك نانا شرح اصحوا اول شي راح اخذ الرقية هذي بهذا الشكل بعدين اخلي هنا نعناع و اخليها بهذا الصورة راح اخذ رقية خليها بهذا الشكل راح اخذ نعناع اخلي هذي بهذا الصورة تشوفون شلون تطلع عندك بهذا الشكل الجميل كل ش سهل كل ش بسيطة و كل ش سريع طبعا الحجم مالته و الكمية مالته راح يكون اكيد حسب بالرغبة المهم يكون عندك بهذا الشكل الجميل مع النعناع تمام من نهاية هذا النوم من الاطباق مشاهدين الحب راح اعمل اكثر من واحدة طبعا راح نطلع اكيد فاصل و راجعين مع الف عافي لهذا اليوم اكيد رجالنا مشاهدين بعد ما اخذنا فاصل قبل الفاصل سوينا لهذا اليوم الرقي لكن الرقي كان بالجبن الطريقة والمقادير كان جدا سهلة بسيطة و اوضعا سريعة خيلوا يا هاي ليش اند استخدم هذه الاشياء اللي تكون جدا بسيطة بثلاث مكونات فقط ممكن نطلع بطبق يكون بهذا الجمال ثلاث مكونات فقط من الرقي وايضا الجبن بالاضافة الى النعناع اي نوع من الجبن ممكن تستخدمه اي نوع يعني العراب عندكم يخبل خاصة اذا كان حلو بالاضافة الى ايضا عندك النوع الثاني العكاوي ايضا و عندك العكاوي لازم اهم انقع لمدة تقريبا ساعة لانه يكون جدا مالح و عندك ايضا الحلوم الحلوم خرافي ممكن بالفيتا بس الفيتا ما راح تقدر تسويها مكعبات لانه الفيتا تتفلش او تتفتفت او ما راح تقول الموزرولة راح اقول لك لا اه تشيدر راح اقول لك طبعا لا بلو تشيز طبعا لا هذولا ما يصير و يا الرقي لانه اول شيء ذقال الان دهن يكون بها نسبة عالية جدا من الدهون طبعا راح يكون عندي هذا النوع من الكيك اللي هو و كيكة الفواكه المجففة اللي راح استخدم بها هنا مش مش مجفف و مجموعة كاملة من المكسرات اللي راح يكون بها اكيد الدارسين و غيرها و غيرها من الاطباق او الاشياء اللي ممكن راح تضاف كنوع من الحلوات اللي ممكن اكيد يقدم ببندق بسكر بودرة بايضا شوية من اللوز بالاضافة الى الصودا راح يكون فانيلا طبعا هنا مهم جدا بالاضافة الى او ممكن انه استبدل الفانيلا في عندي الزنجبيل بهذا الكيك نعم راح يكون ب زنجبيل قريبا الى الوصفة هذه او قريبا للمطبخ الانجليزي تسمى ب كيكة انجليزية لكن الحلو بها انه راح يضاف لها بعض الابهارات اللي هي تكون قريبة للمطبخ الهندي كاضافة الزنجبيل وايضا الدارسين وبالاضافة الى ايضا راح يكون في عندي الهيل اما الفواكه المجففة راح يكون عندي هنا اه كشمش زبيب ومش مش مجفف يلا خلينا بلش نسويها اول شي دائما ابلش بالخطوة الاولى وهي ان اخبق البيض مع الحليب مع الدهن هذا دهن طبعا اكيد راح استخدم من هذا دهن او ممكن استخدم زبدة مع ايضا راح يكون في عندك الابهارات اللي هي راح تستخدم بهذه الاكلة اللي هي طبعا اكيد هيل زنجبيل دارسين وممكن انه اضيف هنا السكر اللي هو السكر البودرة وايضا راح يكون في عندك العصير شوفوا هنا الخلطة هذه هذه الخلطة راح تكون مختلفة عن اي كيكة سويناها قبل وطبعا اكيد المقادير مالتها راح تكون جدا سهلة وبسيطة اول شي هنا هنا بيض راح اخلي هنا شكر بودر راح اخلي شوية من الدارسين راح اخلي شوية من الهيل المطحون راح اخلي شوية من الزنجبيل بعد ما اضفت هذي المكونات راح اخلي بشارة ليمون حامض او ليمون حامض يكون مقطع راح اخلي هنا عصير برتقال راح اخلي هنا حليب بعد ما اضفت هذي المكونات مع بعض البعض اخلطني يا عين اخلطني خلط المكونات كلها مع بعض البعض بهالطريقة هذه شي طبيعي انه كلش مهم بالكيكة حتى تكون طريس فنجيه من الداخل اخلي هنانا الدهن او ممكن انه اضيف شوية الزبدة بعدين اخلط المكونات بهذا الشكل نخلطهم لحد ما يصير عندك المزيج متكامل بهذا المكونات اللي تكون كلش بسيطة دع شوف صفار بيض واحدهم نخلطهم مع بعضهم البعض شنو عندك عندك الطحين بلش اخلي تقريبا كوب كامل طحين طحين دائما منتخلون طحين خلوا في باركم انه بعد لت خفقوها خفق يكون سريع وقوي لازم علي كيف رح اخلي شوية مو كلش شوية تقريبا نص كوب مع ثلاث بيضات نص كوب مع ثلاث بيضات رح ابلش اخلطهم الثاني بهذا الشكل الدارسين رح يطيها شكل كلش حلو وايضا طعم ونكه اخلط كل هالمكونات بعدين اخففها لحد ما يصير عندك المزيج كامش رح اخلي ساني رح اخلي آآ اللوز كشمش والزبيب بندق و يكون عندك هنا شنو اللي هو المشمش المجفف ورا رح اخلطهم بهذا الشكل القالب يدخل الفرن شي طبيعي رح اخلي لهنان شوية الزبدة مع الزبدة تكون قطيب دهن او زبدة هنا القالب بهذا الشكل حتى اخاف تفكر تلزق اخاف اضيف المزيج وشوب الفرن الدرج حرار رح يكون تقريبا 185 الوقت رح يكون تقريبا 15 دقيقة بس بعدها رح يكون عندك اكيد ولا اروع من عدها اورا ديان الفرن بنشتغل فتقريبا عشر دقائق كلش كافية وتكون عندي جاهزة فاصل الاخير وراجعين مع الف عافيلي هذا اليوم اكيد مشاهدينا ختامة مسك والاطباق صعد عدة جاهزة طبعا اكيد اخر شي سوينا نحن الكيك والكيك ايضا يكون عندك جاهز بس من قلبه ان شاء الله ويكون تمام الاطباق لا تحتاج ايصا الى زينة لان كل الاطباق هي اصقر دم زينة هذا الكيك يكون عندك بهذا الشكل طريقة طريقة تحضيرها مقاديرها كان ايضا من الاطباق اللي كانت جدا سهلة بسيطة و ايضا سريعة لماذا قلت لكم الداخل يكون حشو خفيف وايضا يكون محشي لازم اشوفكم الحشوة اللي بداخلة شوف يا سلام منقصت صح منقصت يكون عندك بهذا الشكل الجميل يا سلام سلم اهنا راح اذكر اطعمة مفيدة للمرضى السكري بالبداية اهنا يكون عندك البيض المسلوق الاسماك البقوليات هذه ثلاث اشياء بالاضافة الى ايضا يكون عندك الجوز حبوب اليقطين ايضا يكون عندك اهنا اليقطين نفسه ايضا يكون عندك اهنا البرتقال جيد جدا ايضا بالاضافة الى الجوز اه وايضا هنا انا ممكن وهذا الاطعمة نقدر احنا كلها نسويها بالاضافة اكيد الخضار دعما انا اذكر الخضروات الورقية ايضا من الاشياء المهمة هذه الاشياء مفيدة جدا لمرضى داء السكري وممكن يكون عندك هنا تقريبا هذه المكونات اللي تكون طبعا اكيد كلها متوفرة في البيض مثل ما قلت حتى الدارسين فالدارسين ايضا يكون جيد جدا لمرضى السكري ولذلك دائما انا انصح بالوقاية حتى يكون عندك دائما الوقاية خير من العلاج هذه الاطباق قدرتنا قدمة لهذا اليوم اتمنى عجبتكم اشككم ان شاء الله على خير بأكلات طبخات جديدة مني انا الشيف خالدون من الف عافية اقولكم باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة